تصنيع الإطارات الإطار عبارة عن غلاف مطاطي قوي ومر متصل بحافة العجلة يعمل على توفير الثبات وتخفيف الصدمات أثناء تحرك المركبات تم اكتشاف المطاط للمرة الأولى عن طريق الصدفة أثناء إجراء إحدى التجارب تبدأ صناعة الإطارات بخلط المطاط وأسود الكربون وبعض المواد الأخرى ومن خلال تمريرها على ماكينة الضخ والتشكيل يتم تحويلها إلى ألواح سميكة وتدعيمها بالصلب المرن الذي يرفع من كفاءة الإطارات وقدرتها على تحمل عمليات الضغط والاحتكاك أثناء سير المركبات وبعد تشكيل الإطارات يتم نزعها من قوالب التشكيل وتركها لتبرد ثم يتم فحص كل إطار بدقة عالية ثم يتم وضع الإطارات في عجلات الاختبار وتزويدها بالهواء ووضعها في آلة الدوران حيث تقوم المستشعرات الموجودة في عجلات الاختبار بقياس توازن الإطار لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر